كونه نحن على بواب الشهر الكريم مكتار مننا والأشخاص اللي بيصوموا بيصير عندهم خربطة بالنظام الغذائي بنظام يومون بنومون وبكل سيستم حياتهم بهذا الشهر فيه أشخاص كتير بنقصهم فيتامينات بيصير عندهم جفاف بالبشرة بالشهر لونحنا كيف قادرين نتجاوز هذا الشهر الكريم من دون ما يصير عندنا نقص بالفيتامينات ويصير عندنا جفاف بأجسامنا يا هايدي أكيد شهر هايك خلينا نقول أنه شهر رمضان هو فرصة لنا لتحسين نظامنا الغذائي 30 يوم نحن قادرين أنه نتبع أنظمة غذائية متوازنة ومعتدلة من خلاله نحن قادرين نحصل على كل الفيتامينات والمعادن المهمة لإرسامنا كرمال ما يصير معنا أي مشاكل هضمية أو صحية شو هي الأخطاء الشائعية اللي ممكن تواجهنا خلال شهر رمضان من ناحية الغذاء وكيف ممكن نحافظ على صحتنا أكثر كل هاي التفاصيل رح تخبرنا عنهم ضيفتنا لليوم اختصاصيات التخزية نور الخطيب صباح الخير أهلا وسهلا فيك سعاد صباحك أهلا وسهلا بحضرتك ورمضان كريم عليك أهلا وسهلا أمين يا رب دائماً مشهر رمضان بصير هاي الخربطة بصير نحن معتملين على الوجبات فيما بعد بعد الأدان فبصير عنا كتير خربطة ونقص بالفيتامينات كيف نحن قادر اليوم نقسم هاي الوجبات بحيث لا نكتسب وزن زايد ونأخذ لنا العناصر الغذائية المهمة للأرسامنا نحن لازم نعرف أهمية شهر رمضان شهر رمضان يحفز الشباب الدائم عند الأشخاص نحن نطبعاً النظام الغذائي الصحي اللي هو بيكون متوازن فنحن بعد الأدان لازم أول ما نفطر لازم نقسم الوجبات على وجبتين فطور وسحور زائد أنه بدي يكون عنا وجبتين خفيفة فنحن لازم نستغل شهر رمضان تحسين الصحة بالمجمع وتحسين شباب البشرة وتحسين الشباب الداخلي فالفكرة نحن نصوم تقريباً 12 ساعة بعد 12 ساعة بتحفز عنا هرمون النمو هرمون النمو هو بيعطينا الشباب الدائم للبشرة والجسم ولكن نحن عند الأفطار هون الشيء الخطير نحن لازم نوازن الأنسولين بشكل كتير تام بحيث أنه ما يصير عنا ارتفاع بالسكر مفاجئ مش عنا البشرة والجسم ما ينقص عنا الفيتامينات المعادة شاكل يلي بتواجهنا خلال فترة الأفطار عصر الهضم أو التخمي طيب نحن اليوم كيف قادرين نتخلص من هاي المشكلة كيف لازم نبلش أفطارنا بطريقة صحيحة شو هي الأطعمة اللي لازم نحن فعلا نبدأ فيها نبلش بثلتة مرياض محشية بالجوز كتير تعطينا توازن للسكر ووجبة كتير غنية بالفيتامينات والمعادن زائد ممكن كاستين من الماء ونوقف عن تناول الطعام لمدة عشر دقائق من شان ما نعطي شعور التخمي للمعدة بيكون هي الجهاز الهضمي لتناول الطعام وبعدها ممكن ناخد شعورة بدافية لتهيئ الجهاز الهضمي لهدم الطعام فالفكرة أنه نحن بناخد بالتدريج بعدها بناخد وجبة غنية بالبروتين ولكن بدنا نراعي أنه ما يكون بسرعة تناول الطعام لكي لا نصير لنا التخمة المفرطة وبدأت تكون الكميات الوجبة الغذائية على حسب الطول والعمر وكل شخص يعني المهمة أدي أشو بنعصبه اليوم دائماً بالفقرات الطبية الصحية والتغذية بنصحوا بتناول الأغذية المليئة بالألياف اليوم إذا بنا نعطي أسماء أطعمة ممكن نستفيد منها ويكون في الألياف مركزة أكثر شو هي أهم الأطعمة؟ ممكن ناخد اللبن وبزر الشياء من أحياء بزر الشياء لمدة نصف ساعة تعطينا ألياف كتير حلوة للجسم ممكن مشروب الجزر والبرتقال واليقطين كتير يعطينا طعمته كتير لذيذ بحسن المعادن والفيتامينات في الجسم بخفف العطاش زائد أنه يعطينا البتكاروتين اللازمة للجسم ويحسن الامتصاص المعادن والفيتامينات حتى الكاليسيوم بالجسم فهذا المشروب أول شيء غني بالفيتامينات وموسمي زائد أنه يعطينا نتيجة كتير حلوة على البشرة والجسم والتنظيف الجسم من السمين اليوم كتير من الأشخاص بتعتمد على السوائل حتى تعود يمكن بعض الصيام إن كانت مثل تمر هندي أو قمر الدين وغيره شو الأفضل بين هاي المشاريب؟ تمر هندي هو غني بالحديد والفيتامينات والمغنيزيوم والمعادن والفيتامينات يخفف العطش ويطفي العطش لأنه يكون السائم طول النهار عنده مشكلة إنه عطشان فهذا المشروب يطفي عنا العطش في شكل كتير حلو الأمر الدين كمان يطفي العطش هناك مشروبات يطفي العطش ومشروبات يزيد العطش المشروب الجلاب يحتوي على كميات كتير كبيرة من الملوينات والسكريات وهو طيب لكنه ملوينات مئة بالمئة نحن نستفاد من السيام بعد الأفضل فنزيد السموم عنا هاي بالجسم ونأخذ الجلاب فهو يزيد عنا شعور العطش فنحن حتى نخفف شعور العطش ولازم ناخد المشروبات يلي بتطفي العطش مثل مشروب الكركدة الغني بالفيتاميسي اللي بيحسن الجسم بالمجمل وبيطفي العطش طيب ذكرت يا حضرتك أنه مفروض نحن مع بين وجبة الأفطار والسحور يكون نحن عنا وجبات خفيفة ومقسمة حسب الوقت اليوم إذا بدنا هاي كمان نعطي سناك بهاي الفترة شو أهم الأكلات المفروض ناخدها هلا أكيد نحن نزيد من الفواكه والفواكه هي اللي بتساعدنا لحتى نقيم الجسم بالصيام وهي حاوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الضرورية للجسم أكيد مثل الموز مثلا مثل الببتقال مثل التفاع كوجبة خفيفة وسناك ممكن نعمل سناك بسيطة يعني تكون هي فيها حلو حليب منطبخ فيه الشوفان ومنحط على شوية من البزر الشياء تير بيعطينا نتيجة بيخفف الوزن وبيساعد البزر الشياء على الأمتصاص الكاليسيوم ويحتوي على الأوميغا 3 والشوفان يحتوي على الألياف الزائبة حتى الناس اللي عندهم مشكلة بالجهاز الهضمي والكولون ما يصير عنا مشكلة بالتخمي وطلبية بالجهاز الهضمي طيب خلينا نوضح أكثر شو هي كميات الأكل المسموحة وعدد الوجبات اللي المفروض نحنا نتقيد فيها إن كانت بين الصحور والفطور هلأ عدد الوجبات مثل ما أنا أفطار وصحور وجبتين خفيفات هلأ فيه ناس بصير عنده توقل تناول السكريات بشهر رمضان فالفكرة أنه نحن أول ما منفطار لازم يكون فيه ألياف كثير غنية ما بصير عنا هاي مشكلة بتناول الحلويات أذا صار بدنا ناكل حلويات بعض الأفطار بمدة ساعتين منحط صناك خفيف ولكن لا يكون أنه قبل النوم مباشرة أو عنده السحور بس ناخد الحلويات عند السحور يصير عنده عطش الصائم فلازم يخفف من كل شيء حلو عنده السحور لازم كل شيء مالح مثلا مكدوس لبن مالحة لازم ما ياخد أبدا عند السحور والأجبان ولكن هناك أجبان تكون حلوة نوعا ما ممكن ياخد عند السحور ولكن أهم الشيء خفف الملح لأنه يزيد العطش بالنهار أكيد نحن ننصح الصائم على التناول 8 إلى 9 كاسات من الماء بين الفطور والسحور لكي نقيم الجفاف خلال فترة النهار بالنسبة للسيام كثير إلى فوائد بس نحن لازم يكون نظام الغذائي جدا متوازن فبيحفز الالتهام الزاتي لجزور الحرة الجسم الليبية مسببات الأولى للسرطان فنحن ممكن نقي حالنا من كثير أمراض ونرفع مناعتنا بالسيام ولكن لازم يكون نظام الغذائي متوازن فمناخد هذه الفائدة من هذا الصيام الصحي كون ذكرت اليوم عدة فوائد للصوم أيضا في أشخاص اليوم بكون شهر رمضان هو فرصة لتخفيض الوزن إنزال الوزن اليوم كيف عادرين نحن نحقق هذا الهدف هل من خلال تنظيم الوجبات من خلال المشروبات الحلويات وإذا من فيه كورس رياضة يعني كيف تنتصح فيك نحن كورس رياضة ممكن نعمل أول ما نستيقظ صباحا رياضة هوائية لمدة عشر دقائق ولو كان صائم وهي أهم رياضة بالنسبة للصائم ممكن تكون قبل أذان المغرب بساعة أو ساعتين أكيد مؤول شهر رمضان حتى أول يومين بيكون رياضة كتير خفيفة لمدة عشر دقائق إذا كان الناس هي رياضية بشكل كتير كبير ممكن أن نتلعب لرياضة بأوزان حديد خفيفة قبل المغرب بساعة أو ساعة ونص لأنه ممكن ينزل الوزن بشكل كتير كبير بهذا الوقت إذا نحن لعبنا رياضة وبعدين من نظم الوجبة الغذائية إذا نحن ما عنا نقدر نلعب رياضة ومشي ناس ما عم بحيط طاقة أو ما في وقت ممكن بعد الإفطار بمدة ساعتين من تناول طعام من نلعب رياضة خفيفة أيروبيك أو مقاومة بسيطة كتير تعطينا التجاهل والأنزال الوزن أكيدوا بتنظيم الوجبات الغذائية ومنحسبها على حسب السعرات السعرات الحرارية الكافية للشخص مع رفع البروتين بالوجبات نحن قادرين أن نتبع نظام تخفيض وزنة في رمضان؟ طبعاً أكيد هناك ناس بيزيل وزنة في رمضان ممكن تستثمر أنها لا تأكل في هذا الشهر يعني هي أنه بتنظيم الوجبات وتستفاد من الصيام الصحي بس أكيد في ناس عندهم مشكلة بالتناول الطعام أكيد أول عشرة أيام في ناس عندها سحب الكافيين كثير صعب يشربوا قهوة أولاً لما في قومة النوم كثير لأن الناس عندهم تدخين ممكن في ناس يصبح سحب النيكوتين من الجسم كثير صعب عليها أول عشر أيام طبعاً يصبح عندها تتفشش بالأكل بعد المغرب صراحة أولاً نحن لا بدنا هذا الشيء فنحاول نظم الوجبات ونعطيهم شيء يحسسون شعور الشبع مثل مثلاً كوجبة غزائية متوازنة نعطيهم شوربة بالبداية بعدين صحة من السلطة متنوع جرجير يعني يعني فيه فوائد يعني أنه يكون مشكل وممكن كمان سلطة الشواندر تعطيهم شعور بالشبع مع السمسون زائد ممكن ناخد تعطيهم نجاج من شويات أو نكونوا لو بالماء تمام معنا نور من شوي خبرتنا أن الحلويات نحن ما لازم ناخدها أبداً بوقت السخور طب خلينا نوضح شو هو الوقت الأفضل حتى ناخد نحن حلويات الكميات المسموحة منها تمام هلأ مثل ما نواهنا بعد ساعتين أو ثلاثة من الأفطار فينا ناخد الحلويات كسماك بسيطة بكمية محسوبة يعني بتعطيهم السعرات الحرارية اللي يكفون النهار أكيد الكربوهيدرات هي شيء مهم بالمسفير الجسم لأنه هي بتعطيها شعلة الطاقة يعني طاقة الجسم تاخدها من الكربوهيدرات ولكن من فضل تكون كربوهيدرات معقدة مشان ما يصير عنا شعور التخمة والمشاكل الهضمية عند السائم وممكن كمان افتفاع السكر مفاجئ في ناس عند الضغط في ناس عند السكر يجب يتنظم سعرات الحرارية وتتنظم الوجبات اللي هو عم ياخدها لأنه شهر رمضان ممكن في ناس عند السكر يصير عند هبوط مفاجئ للسكر وغيبوا بيت سكرية في ناس من إلا لأفطري برمضان على حسب يعني ضبط السكر تبحها وقياس معدل السكر طيب نرحنا على أبواب الشهر الكريم واليوم في كتير أشخاص بروحوا للصيام قبل بعدة أيام أو في الشهر إذا بدنا نقول يعني اليوم الأشخاص المقبلين على صيام شهر رمضان كيف قدرين يهيئوا أجسامهم لحتى يدخلوا الشهر بأرياحية أكتر يعني كمان متى تنامت فيه تفاجئ جسمك انه انتحار متى من كل شيء هذا الشيء رح يعمل تعب طماما الأول شيء من أخر واجبة الأفطار تشرب قهوة يخفف عدد فنجين القهوة وما يأخذ القهوة أول ما يستيقظ من النوم بيتحاول لأنه صحب الكافيين من الجسم بيعمل رجع راس أول كم يوم برمضان لأنه في ناس متعودة بباشرة بتحط قهوة بتشرب قهوة وبعدين بيتروح على الشهر هنا ستأخذ أكتر من تنجعان تماما يعني هلأ نحن نخفف العدد مشاعن صحب الكافيين ما يكون عليه صعب ومن بعد من بعد الوجبة الأفطار تقريبا مثلا إذا كان بفطار تسعة مثلا خليها اتناعش أو واحدة وبعدين من بعد بين الوجبات من خلي الغدار بين الفطور من الغدار أربع ساعات شوي بتعود على الموضوع السياح تمام قد اليوم نشوف نسبة كثيرة من الناس بيلغوا وجبة الصحور بيقلوا لك أنه أنا ما بقدر آكلونا أو أنا ما بقدر خلص يعني لتاني يوم خلص ما ممكن جوح قدي هذا الشي غلط وقدي اليوم وجبة الصحور كثير أساسية وجبة الصحور كثير أساسية لأنه بتعطينا الطاقة للجسم بتعطي الحيوية من شان تعطيه إنه قدر يتحرك طول النهار لازم يعني يبقى يأخر وجبة الصحور قد ما بقدر لأنه وجبة الصحور هي اللي بتعطي الطاقة للجسم ولكن لا تكون وجبة خفيفة ما بدت تكون فيها تخمة أو بيكون فيها رز مثلا فيها نشويات كثير عالية بدت تكون مثلا بيضة مع غيف خبث أسمر مع طليل من الفضروات يعني بدنا نعطيه إنه شي مشكل ولكن يكون كثير عادي وخفي طيب شو اللي صحور الصحي اللي ممكن إحنا نعتمده هلأ الصحور الصحي ما بده يكون متوازن يحتوي على اللبنة جبنة جبنة الناعمة كمان كتير خيار حلو لأنه خفيفة بالملاح ممكن زيتون ولكن بالنسبة كتير يعني إنه مثلا 7-8 زيتونة زائد إنه سلطة مشكلة ممكن يعني شي متوسط يعني طيب خلينا نروح للأطفال اليوم في نسبة أطفال كتير كبيرة أيضا بتصوم بتقليد العائلة بيحبوا هنون هذا الشيء ولكن اليوم الحصص الغذائي اللي محنا مفروض نعطيها للأطفال أكيد غير الأشخاص بعمر كبير اليوم كيف قادرين نحنا نسمح لهم بالصيام من دون ما يصير عندهم نقص فيتامينا شو هي الأكلات المفروض أو الحصص الزيادة نعطيها للأطفال هلا الأطفال لم يسمح لهم حتى عمر معين بالصيام لازم التدريج بالصيام للأطفال تلاقي يعني يصغير كثير يعني صغير كثير نحنا نصوم للظهر في ناس هيك بتعمل تدريجيا حتى تعودوا على الصيام أنا كنصوم للظهر تماما يعني إنه صوم للظهر حتى تعاودي للطفل إنه هو يصوم أما هو كون بعمر كثير صغير يصوم حرام لأنه يتفاجئي مباشرة أن يصوم للمغرب ولو هو مع أشخاص كثير ما بيصدق أنت يقدم المغرب هو الطفل كثير عنده طاقة وبيحتاج للسوائل أكثر منها فلازم حصص الغذائية تكون متوازنة أكيد وغنية بالمعادن والفيتامينات بشكل أكبر مسموح أكثر يعني ككميات مسموح أكثر تماما أكيد الكميات والفيتامينات والمعادن ممكن ينفوت له غبارة طلع غبارة طلع فيه بروتين كثير حلو للأطفال وبينمي الجسم وبيعطيه الطاقة بحيث أنه يقدر يصوم مبارة طلع كثير حلو للأطفال طيب بالنسبة لي عندهم أمراض مزمنة إن كان ضغط أو سكري دي لازم اليوم يكونوا دقيقين ومنتبهين للنظام الغذائي وآمد ممكن لازم يأخذوا الدواء دي لازم يكون في انتباه أكثر للمدو مريض السكر كثير يجب أن يأخذ قراءات السكر عند الصباح وقبل أن نستطيع إختلاف ومعدل السكر مثل نزول معدل السكر كبير فهو لا يستطيع أن يصوم أهم شيء نظام الغذائي يحتوي على الألياف المعقدة التي لا تجعل السكر ينزل ويطلع يأخذ فوائد الصيام الكبير لأننا في مدة ثلاثين يوم بنصوم وكذلك فهو تجعلنا شباب يجعلنا هرمون النمو ولكن ننمنع هرمون النمو ولكن نحتاج لأخذ السكريات العالية عند الإفطار لأنسولين يحصل ضد هرمون النمو أكيد هرمون النمو لا يفرز على نهاية أبل البلوغ ولكن لبعد ساعة أو ونصف يكون لدينا نصوم وبعد ساعة أو نصف لنأخذ بشهر للمداشرة ولكن المرضى وذوي الأمراض الخاصة يجب أن ينتبهوا على القراءات هؤلاء الممكن أن يكون عنده ضغط أول ما يقدم، يجب أن يخفف الملح في وجبات الغزائية ويجب أن يخفف الدهون المشبعة بالمجمل لأنها تأثر على مريض الضغط بشكل كبير لأنه غالباً يجب أن يكون عنده ضغط مترافق مع الكوليسترول والشحوم السلاسية فهذا ينتبه له بشكل كبير، يبدأ بداية بالضغط، بعدين ينتقل لهذا الموضوع وممكن أن يكون مترافق مع موضوع السمنة فالسمنة كمان تأثر عليه، فنحن أكيد تخفيف الوزن بالنسبة له شغلة كثير ضرورية طيب، خلينا نروح لنظام المرأة الحامل، فيه أيضاً نساء جداً بشهر رمضان حتى لو عندهم حمل بيقول لك أنا ما فيني مع صوم، متعودة أنا هذا الشهر، صوم خلاله اليوم كمان هذا النظام الغذائي مختلف عن الأشخاص العاديين طبعاً، المرأة الحامل يزيد السهرات الحرارية الأقلاء، يجب أن تأخذ نظام غذائي حاوي على الحديد بشكل كبير، يجب أن تركز على الخضروات الخضراء الداكنة بشكل كبير زائد على اللحوم الحمراء عند الأفطار وزائد أنها تهتم بالمتميمات الغذائية، مثل الحديد، الفوليك، المتميمات الغذائية هي كثير تفيدة تناول السوائل بالنسبة للمرأة الحاملة كثير ضروري وجداً، خاصة العصائر بالنسبة للمرأة الحاملة هي مهمة أكثر من الأشخاص طيب، ما بتفسي أنه غذائياً اليوم في مشكلة بساعات الصوم، يعني صار الوقت كثير طويل، هذا الشيء ما بيأثر سلباً على نمو الجنين؟ هلأ، هي أيها هي، إذا حابت صوم، تمام، ما بيصير شيء على الجنين، إذا نحن ندرسنا النظام الغذائي إلها بالوقت المناسب تاخده، بسعرات حرارية مناسبة بالنسبة لكي خلينا ختاماً نعطي نصائح لكل حد عام يتابعنا لحتى يحافظ على صحته اليوم خلال شهر رمضان ويتبع أنظمة غذائية مناسبة معتدلة ومتوازنة من خلال قادر يحصل على كل الفيتنامينات المهمة للجسم هلأ، النصائح بالمجمع، أهم شيء نركز على الخضروات، الخضراء الداكنة، ممكن ناخد بزر الشياء كمتمام غذائي إضافة لمشروب البرتقال والجزر كثير طيب وبيعطيهم طفيق العطاش لنركز على تناول الماء ونكون بصحة دائماً العودة للطبيعة يمكن هي أفضل شيء مو بس بشهر رمضان بكل أيامنا، ذكرتي العصائر الطبيعية، نحن فينا أكيد نعتمد على الخضروات أكيد، يعني في ناس كتير بتضل كل الليل عم تشرب مي، هل هذا الشيء صحي؟ أكيد لا، شرب الماء كمان بكثرة كمان بسبب جفاف عند الأشخاص، هاي الناس كمان معلومة ما بتعرفها لأنه ممكن شرب أكتر من لترين ونصف ماء بسبب جفاف عند الأشخاص، وبالعكس بيصير إضرار البول أكتر لأنه بنقص البوتاسيوم بالجسم بنقص الصوديوم، بيصير عندنا مشكلة بالشوارد، فبصير عنده دوخة كتير قوية بالنهار، وتعب وإرهاق، فنحنا لأ بدنا يكون متوازنين بكل شيء أكيد بالخطام، بدنا شكرك كتير اختصاصية التغذية، نور الخطيب، أهلا وسهلا فيك وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتها لليوم شكرا نور لحضورك لليوم، يومك حلوة، رمضان كريم عليك مرة تانية وعلى كل عائلتك أهلا وسهلا، رمضان كريم علينا وعليكم